نعى مجلس القيادة الرئاسي ببالغ الحزن وعظيم الأساس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده ولأمته وأشار فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس في بيان النعيلة أن الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ خليفة بن زايد النهيان قائدا حكيما وفيا لشعبه وأمته نظر حياته لخدمتهما وساهم في تحقيق السلام العالمي وتلبية نداء المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي غطت معظم بلدان العالم منوها بموقف الفقيد ودعمه للشرعية اليمنية من خلال مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية وإسهاماته الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشاريع التموية والخدمية عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وأكد بيان النعي أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضارب جذورها في أعماق التاريخ وجاء في البيان وبهذا المصاب الأليم يتقدم مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم حكومة وشعب اليمن بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن زايد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته هذا وقد أعلن رئيس المجلس إعلان الحداد على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اشتركوا في القناة